أنواع التخطيط يتم تصنيف التخطيط إلى أنواع وفق لمحددات معينة أول محدد لأنواع التخطيط بحسب مقالة التخطيط وفي تصنيف آخر للتخطيط بحسب المدى التخطيط وفي تصنيف ثالث للتخطيط بحسب الهدف من التخطيط وفي تصنيف رابع لأنواع التخطيط بحسب مستوى التخطيط وفي تصنيف خامس للتخطيط بحسب ميدان التخطيط وسنتحدث على كل أنواع من هذه الأنواع في النقاط التالية يمكن تقسيم التقطيط بحسب مقالاته إلى التصنيفات الخمسة التالية أول تصنيف هو حسب الهدف من التقطيط ويقسم التقطيط بحسب الهدف من التقطيط إلى ألف تقطيط بنائي أو تقطيط هيكلي وأقصد به إقراءة تغييرات عميقة بعيدة المدى على التركيب الاجتماعي والاقتصادي برضه بحسب الهدف يصنف التقطيط إلى تقطيط وظيفي وأقصد به إعداد الخطاط وتنفيذها التصنيف الثاني أنواع التقطيط بحسب مجال التقطيط وينقسم التقطيط بحسب مجاله إلى التقطيط الشامل ويضمن خطة شاملة لكل قطاعات المجتمع بالتقطيط الجزئي ويتم من خلال وضع خطة لقطاع واحد أو قانب واحد فقط من قطاعات التنمية التصنيف الثالث ميدان التقطيط وينقسم التقطيط بحسب ميدانه إلى أربع أنواع من التقطيط التقطيط الطبيعي لحسن استغلال الموارد الطبيعية التقطيط الاقتصادي لزيادة الإنتاج التقطيط الاجتماعي لتحقيق الأهداف الاجتماعية التقطيط الثقافي لنشر الثقافة والتعليم بين أفراد المجتمع التصنيف الرابع أنواع التقطيط بوفق لمستوى التقطيط وينقسم إلى ثلاثة أقسام التقطيط القومي، التقطيط الإقليمي، التقطيط المحلي آخر تقسيم أو تصنيف لأنواع التقطيط هي بحسب الأجهزاء التي تقوم بالتقطيط ويتم الإشارة إلى نوعين من التقطيط، تقطيط مركزي يكون على مستوى الوزارة وتقطيط المركزي يكون على مستوى المحليات أو الأقالين